اشتركوا في القناة والدفاع وراءه الحرص على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين شيما أبكى وبقي التفاصيل تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين هكذا كان رد وزارة الدفاع الروسية بموسكو ويتزمن هذا مع احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 91 تسعمائة وألف ومرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية في أوكرانيا هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية ثلاثاء إن قوتها أسقطت طائرة أوكرانيا من طراز سو 27 فوق منطقة خاركيف شرق أوكرانيا في سياق النزاع الروسي الأوكراني دائما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش الأربعاء مرور ستة أشهر على الحرب في أوكرانيا الأمين العام الأممي شدد على ضرورة التركيز على صادرات الحبوب من أوكرانيا التي استؤنفت بفضل اتفاق دولي وعلى التهديد الذي مازال قائماً للأمن الغذاء العالمي أمن الصياد في المتابعة محطة مفصلية حزينة ومفجعة هكذا عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن موقفه بعد مرور ستة أشهر على الحرب في أوكرانيا خلال خطابه أمام مجلس الأمن ندد جوتيريش بعواقب الحرب التي نعتها بالعبثية معبراً عن قلقه العميق إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأمين العام العائد من زيارة لأوكرانيا وتركيا شدد على ضرورة التركيز على التهديد المحتق بالأمن الغذائي العالمي وضرورة العمل معاً لتجنب تصعيدات أخرى قد تؤدي إلى التدمير الداتي الحرب المستمرة في أوكرانيا خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة إذ قتل خلالها آلاف الأشخاص وأجبر الملايين على الفرار وضع رافقته أزمة اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بضلالها حتى الآن دولياً دائماً الرئيس الفرنسي إيمانويل مايك خون قال اليوم الأربعين الأشهر المقبلة تستدعي على الأرجح بدل جهود وتضحيات في ظل مواجهة العالم ما سماه تحولاً كبيراً وما قد يكون شتاءاً عصباً ماكرون أدف مخاطباً وزرأه في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف أدف أن العالم شهد نهاية المسلمات والوفرة اليسيرة للبضائع والموارد ورحة البال الأكيدة شيماء جبران في المتابعة خلال اجتماع حكومي في باريس حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين على التضحية مع توقع شتاء عصيب بالمناسبة تدارس الرئيس الفرنسي مع حكومته العديد من الملفات المتعلقة بسلسلة من الأزمات الأخيرة بدءاً من أوكرانيا وصولاً إلى الجفاف ماكرون نبه الفرنسيين إلى التحول الكبير الذي سيميز هذا العام والذي سيتسم بنهاية الوفرة في كلمة ماكرون التي تم بثها بشكل استثنائي أوضح الرئيس الفرنسي بأن الأوقات التي سيعيشها المجتمع الفرنسي ستكون مبنية على سلسلة من الأزمات الكبيرة مشيراً إلى أن مصير الفرنسيين دائماً محكوم بإدارة الأزمات أو الحالات الطارئة ولمواجهة هذا الوضع أشار ماكرون إلى أنه قد يشعر المواطنون بقلق بالغ داعياً الحكومة إلى قول الأشياء وتسميتها بوضوح كبير وبدون تهويل في أوروبا دائماً اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى قياس جديد بيانات صادرة عن بورصة فرانكفورت الألمانية أظهرت تدول اليورو عند أدنى مستوى له عند 0.9 دولار يوم ثلاثاء في سوق الصرف الأجنبي الأوروبي تفاصيل أكثر في تقرير لرغدة قابوري اليورو يسجل أدنى مستوى له في عشرين عاماً بسوق الصرف الأجنبي الأوروبي بيانات صادرة عن بورصة فرانكفورت الألمانية أظهرت تدول اليورو في أدنى مستوى له عند 0.9 دولار يوم الثلاثاء تقلبات حادة تشهدها منطقة اليورو نقص الطاقة المستمر والتدخم المرتفع يفاقم الأزمة محللون يعتقدون أن اليورو من المرجح أن يستمر في التدول بمستويات أدنى من الدولار وفي ظل كل التوترة الاقتصادية والسياسية شركة غازبروم الروسية أعلنت يوم الجمعة أنها ستعلق تسليم الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنبيب نوردستريم وان من الحادي وثلاثين غشت إلى الثاني من شتنبر بسبب أعمال الصيانة اقتصاديون يرون أن أزمة الطاقة واختناق إمداد المواد الخام والتدخم المرتفع عناصر لا تدعو للتفاؤل خلاصة تجعل التوقعات بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة العجوز قاتما توقعات من قبل سيتي جروب أو جروب أظهرت أن معدل التدخم في بريطانيا من المقرر أن يرتفع إلى 18.6 في يناير 2023 مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز بالجملة ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني سي بي إيم بين أبريل ويوليو من هذا العام إلى مستويات قياسية على أساس سنعوي نوع إلى جراح وباقي التفاصيل مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز ببريطانيا وحسب بيانات لخبراء اقتصاديين من المقرر أن يرتفع معدل التدخم إلى 18.6 في يناير 2023 يُعزى ذلك إلى صعود مؤشر أسعار المستهلك البريطاني إلى مستويات قياسية بنسبة 10.1 في ظرف 12 شهرا حتى يوليوز وهو أعلى مستوى سجل منذ أكثر من 40 عاما مضت وقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعتبر الأكثر تدررا من التغيرات التاقية والاقتصادية للبلاد إذ أن واحدا من كل أربعة أشخاص لن يكون قادرا على تحمل فواتير الطاقة في أكتوبر ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار إلى بداية العام المقبل أطلق علماء بريطانيون أول تجربة سريرية في العالم لتقييم علاج لجدر القردة عند البشر ويطمح أكاديميون من جامعة أوكسفورد إلى تقييم فعالية عقار مضاد للفيروسات في تخفيف الأعراض لدى المصابين وتقليص الفترة التي يعانون فيها من المرض هو يام الهادف والتقرير التالي علماء بريطانيون يجرون أول تجربة سريرية في العالم لتقييم علاج لجدر القردة عند البشر عقار تيكوفيرمات توق نجاة جديد يطمح من خلاله أكاديمي جامعة أوكسفورد إلى معرفة فعاليته في تخفيف الأعراض لدى المصابين وتقليص الفترة التي يعاني فيها المصابون من المرض ويأمل الباحثون في مشاركة 500 متطوع من كافة أنحاء المملكة المتحدة في التجربة لاختبار العقار الذي حصل على ترخيص من الصحة البريطانية خلال العام الجار بناء على نتائج دراسات أولية أجريت على الحيوانات وأدلة على السلامة تم التوصل إليها عن طريق متطوعين من البشر ويعمل العقار الذي تم تطويره لعلاج مرض الجدري عن طريق منع الفيروس من الخروج من الخلية المصابة وهو ما يوقف انتشار الفيروس داخل الجسم وننتقل مشاهدين إلى البرتغال حيث ودت موجة الجفاف القوية التي تضرب القارى العجوز لإتلاف آلاف الهكتارات من المناطق الغابوية في البلاد عناصر المطافئة المحلية لا زالت تحاول السيطرة على الحرائق أمن الصياد وباقي التفاصيل 104 ألاف هكتار أتلفتها الحرائق الأخيرة في البرتغال موجة الجفاف القاصية الغير مسبوقة ضربت البلاد وأدت إلى خسائر مادية شتى مؤسسة الحفاظ على الطبيعة والغابات كشفت عن الحصيل الأخير للحرائق مؤكدة أن الكارثة هي الأكبر منذ الحرائق المميثة التي اندلعت في العام 2017 وقتل فيها نحو 100 شخص حريق المحمية الطبيعية المدرجة على لائحة اليونسكو سيرا دياستريلا يعد الأكبر في البرتغال هذا الصيف عناصر المطافي لا يزالون يحاولون إطفاء النيران في منطقة فيلاريال في أقصى شمال البلاد قائد الدفاع المدني أكد أن الوضع في المنطقة يتحسن والنيران ستكون تحت السيطرة قريبا البرتغال اعتمدت منذ الاثنين الماضي على دعم طائرتين متخصصتين في إطفاء الحرائق تبم إرسالها من اليونان في إطار التضامن الأوروبي الحكومة البرتغالية قررت عدم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت الأحد على صعيد آخر قالت منظمة الأمم المتحدة لتفولين ثمانية أطفال على الأقل قتلوا في فياضانات اجتحت منازل في وسط وشرق أفغانستان هذا الأسبوع المتحدثة باسم اليونيس في أفغانستان سامانثا مورت قالت إن عدد وفيات الأطفال قد يرتفع عن المزيد من الأطفال في عداد المفقودين والمصابين في الفوضى التي سببتها الفياضانات وفي موضوع آخر تعيش باكستان سيفا مختلفا عن السنوات الماضية حيث لقيا أكثر من ثمانمائة شخص حتفهم منذ يونيو الماضي بسبب تساقط الأمطار الموسمية بغازارة في كارثة قل نظيرها بحسب وزيرتي التغير المناخي في البلاد وأدخلت هذه الكوارث سكان معظم المدن الباكستانية في أزمة حقيقية بحيث أثرت على تجارتهم وأعمالهم اليومية البرنامج الوطني عطلة للجميع الذي ينظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الفترة الممتدة بين الخامس عشر من يوليوز إلى الرابع من شتنبر 2022 في مختلف جهات المملكة هو برنامج استفاد من خلاله حوالي 3178 طفلا وشابا حتى الآن في جهة الدخل وادي الذهب مزيدا من التفاصيل حول هذا البرنامج في تقرير لكوثر التجاري استفاد حوالي 3178 طفلا وشابا حتى الآن من البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع 2022 في جهة الدخل وادي الذهب جهة تحدى بمركز للتخييم قار مركز سورطال الذي بدوره استفادت منه زياد من 300 طفل وطور تربوية كذلك عندنا واحد مجموعة دي الفضاءات اللي كنديروا فيها مخيمات للقرب كضاع الشباب السلام ضاع الشباب الأمل ضاع الشباب أم تونسي ومركز للقرب الوحدة ومركز ملء السوسيو رياضي للقرب كذلك الداخلة البرنامج الوطني عطلة للجميع ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 4 شتنبر 2022 في مختلف جهات المملكة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشركة مع الجامعة الوطنية للتخييم وبضعم من العديد من الشركاء الجمعويين وجمعيات المجتمع المدني تحت شعار عطلة وترفيه وفي الخبرية الثقافي نظمت جمعية صوت الشباب بأم الزار كندر بشركة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ميرجان تمازيرت في نسخته الثالثة وذلك أيام الحالي والعشرين الثاني والعشرين وثالث والعشرين من غش تلجري وعرفت هذه الدورة تنظيم مسابقات حول الثقافة الأمازيغية إضافة إلى مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية في صنف المصرح تقرر لعثمان الطهيري أجواء بهيجة مفعمة بالألوان والثقافة الأمازيغية من قلب جبال الأطلس بحضن إيموزار كندر شهدت المنطقة تنظيم الدورة الثالثة من مهرجان تمازيرت دورة هذا العام تأتي بعد التوقف بسبب كورونا شهدت فقرات غنية استمتع من خلالها الحاضر بمشاهد تنوعت واختلفت ينظم مهرجان تمازيرت في دورته الثالثة بمدينة إيموزار كندر تحت شعار الثقافة الأمازيغية رافعة للتنمية يأتي هذا المهرجان تنزيلا لمكتسبات الدستورية في المجال التقافي وترسيخا للإبداع والثقافة بالمملكة وخصوصا بالأطلس المتوسط وأيضا هذه المهرجان عرف مجموعة من الفقارات المتنوعة ومجموعة من الأنشطة المتنوعة سواء الثقافية والرياضية وأيضا الترفيهية نسخة مميزة من مهرجان يطمح إلى الذهاب بعيدا في التعريف وتمثيل الثقافة والفن الأمازيغي أحسن التمثيل كيف لا وهو بات يرحب بكبار الفنانين الأمازيغ ويكرمهم قصد الاعتراف بمجهوداتهم وأعمالهم أنا اليوم فرحانة بهذا الأمسية الفنية الرائعة وفرحانة بهذا التكريم اللي قمت به جمعية صوت الشباب بأمزار كندار هكذا إذن كانت الأجواء داخل مهرجان تمزيرت حيث استمتع الحاضرون بألوان فنية متنوعة تاتي في طالعتها التبوريضة التي تعود بمن يعيش الحاضر إلى ثقافة وماض متجدر من تاريخ المغرب الثقافي الفني العريق على هذه اللوحات الفنية والرقصات الأمازيغية نختم هذه النشرة شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة في أمان الله